تم قاعدة تصميم نظام الفواتير وتعالوا نشوف ايه اللي تغير واحب اوريكم التصميم القديم قبل ما اوريكم التصميم الجديد التصميم القديم كان انتر اكتف وسموذ جدا في التعامل والحقيقة ما فيش حد اشتكى من التصميم بحد زاده طبعا ممكن تستخدمه من المبايل وممكن تستخدمه من البي سي والتصميم عمتا سهل على العين تعالوا عمتا نفك الفواتير لثلاث اجزاء واحدة بتعرض الانفرميشن وبعض الاكشنز الخاصة بالفاتورة اتنين اللي هي الايتمز تلاتة جزء بيعرض معلومات وبعض الاكشنز برضو اللي انا ممكن اعملها على الفاتورة عشان اظهر المعلومات الاضافية اللي تحت مضطرة اضغط كليكس اضافية الحقيقة ان ده كله مفوش اي مشاكل بالنسبة لفاتورة او اتنين بس لو انت في اخر اليوم بتراجع كل الفواتير هتلاقي الموضوع مضعب ان انت بتقسم عينك على طرفين احنا ممكن نعمل ايه عشان نحسن الاسبيريينس سعيد ان ان انت سألت اول حاجة ممكن نعملها ان احنا نغير التاتيب نخلي الجزء التالت بعد الجزء الاول على طول والمعلومات المخفية اللي مضطرين نضغط كليكس عشان تظهر تطلع لبرا كده كل الانفرميشنز والاكشنز اللي انت بحتاجها هتلاقيهم موجودين فوق اول ما تفتح الفاتورة وبما اننا موجودين هنا تعالى نتكلم عن الجزء اللي بنختار من الاصناف الاتم سيلكتورس ممكن نضيف خاصية حلو جدا اللي هو دعم قراءة البركود باستخدام كاميرا الموبايل فكرة حلو جدا صح؟ وان تو ثري لا سحر ولا شعوزة طبعا لازم نضيف بعض الفانكشنالتين احنا نشافت بين قارئ البركود وبين التصميم القديم وطبعا فيها تلاقي زرورة صغير في النص لما تضغط عليه بيشافت بين الاتنين ندخل دلوقتي على ايتم ودي بصراحة كان فيها بعض السجيشن واحد ان انا ما قدرش غير الاكسباري بمجرد ما يدخل ايتم اتنين ما قدرش غير السعر حتى لو ليه اكتر من سعر رحبوا معايا التصميم الجديد اللي هيتحلك ان انت تغير الاكسباري وتغير الاسعار خصوصا في المشتريات ممكن الخصم بييجي على اكتر من سعر فانت برضو تقدر تتحكم بالحاجة دي طبعا في التصميم الجديد برضو اللي سمحوا فزين على تغيير الكميات وتغيير الشكل المبعبي الباشريت وما الى ذلك بعد ده كله لازم نشوف شكل الفاتور القديم اللي هو ظهر قدامك دلوقتي ودلوقتي اوريكم شكل الفاتور الجديد انا بصراحة شايفوا مميز يعني شايفوا اسهل في التعامل اكتر خصوصا كل الانفورميشن دلوقتي موجودة فوق حابب اقولكم ان السجيشن دي طبعا بتوصلنا من الكوستومر بايز اللي موجودة عندنا فانت لو عندك اي سجيشن ممكن بكل بساطة تتواصل معنا واحنا ان شاء الله هندرس الموضوع وان شاء الله هنحاول نوفر ليك احسن سليوشن ممكن لصيدلاتك طبعا دلوقتي دكتور عمر اكسبكت ان هو يزعل شوية خصوصا ان احنا شرنا الجزء المفضل لقلبه اللي هو البروفيت الخاص بالفاتورة بس يعني ان شاء الله هنضفها قريب جدا كان معكم دكتور محمود اليماني من برنامج كنارة ريكس لإدارة الصيدليات